في الموضوع وفي العالم ديال الأبحاث العلمية غضي نتكلم لكم في فقرة الويبومتخ على جوائز المغرب العلمي هذه أول مسابقة في المغرب من هذا النوع للصعيد الوطني اللي كانت تحتفي بأبرز الإنتاجات في الميدان العلمي وشارك فيها شباب من مختلف المستويات الدراسية كانت هذا العام أول دورة هذا المسابقة تم الإعلان على الفائزين نهار 3-5 أبريل وكان بات مباشر على اليوتيوب لهذا الحدث الوطني تم تصوت على المشاركين بالطبع عبر الإنترنت وكانوا ثلاثة ديال الأصنف الصنف اللي أطرحتي في ثلاثة ديال الدقيقة هي خاصة بطلبة الباحثين في سلك الدكتورة الصنف الثاني أفضل بحث علمي خاصة بالباحثين شباب في ميدان البحث العلمي والتقني وجائزة اليافعين خاصة بتلاميذ التنوي وتأهلوا طلبة من مختلف تنويات ديال المغرب واللي أترني في هذا الصنف جائزة اليافعين كوشي اللي كانوا تأهلين كانوا بنات يفيعات إذن يفيعات وإذن هذه المسابقة كي نضمها جمعيات المغرب العلمي والسفارة للولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب وإذا بغيتوا تعرفوا الفائزين وتعرفوا المواضيع اللي يختاروا باش يشاركوا بهم كي نصفحها للفيسبوك اللي كيتبعها كتر من 116 ألف أبوني اسميتها المجتمع العلمي المغربي مبادرة جميلاك الحياة وقع الشباب اللي كيهتموا بالعلم والمتكارات والخسيرات